اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين في مواضيع خطيرة جدا 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 في تحذير مهم لسبع دول بعينها دخلين على اه كارثة سبع دول ربنا هو اللي خرجنا منها بس في سبع دول هنقولهم بالاسم مهمين جدا 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 وفي تحذير من وباء جديد اخطر من كورونا تحذير من وباء جديد اخطر من كورونا هنجيب لكم كل المواضيع وكل المصادر وكل الحقائق عن هذا الموضوعين اولا بسلم على حضرتكم وبرحب بكم واهلا بكم وسهلا وشرفتونا ونورتونا من كل مكان في العالم من كل مكان في الوطن العربي الحبيب اهلا بكم في قناتكم سري وعدل غاية فادي فكري. ومفكر حضرتك لا تبخلش علينا باللايك اللايك هو اللي بيخلينا نستمر ونقدر نكمل معاكم يوميا في كل ساعة وكل لحظة الاحداث والا وكل ما يخص العالم العربي في كل أنحاء الجرائد والوكالات الأنباء وربطها بالتوقعات أهلا بكم ما تنساش تشيرك في القناة له وحضرتك جديد عشان يوصلك كل جديد النهاردة يا جماعة قلنا هنتكلم على تحذير خطير للسبع دول السبع دول الموضوع مش توقع وبس الموضوع كان قالته قبل كده من 25 سنة وأكتر بابا فانجا قالته السيدة ليلى عبداللطيف قاله الأخ مشي الحايق وقاله الشيباني وقاله غيره غيره من فلكيين وقلته أنا كفادي فكري في عدة فيديوهات قبل كده والموضوع دلوقتي تحقق هنجبهلكم بالأرقام وبالأسامي الدول وعايزكو تخلو الفيديو ده مصدر معاكو علشان هتشوفو هتلاقو الكلام اللي هنقولو هيحصل بالحرف في كوارث منتظرة العالم ويمكن ده غضب من السماء غضب من ربنا على الشعوب اللي آآ بقت تجري وراء المدنية الحديثة والتكنولوجيا وأغواء ومشتهيات الكون والدنيا وسابت اللجوء إلى الله فاحنا هنلجأ إلى الله وزي ما أنا قلت إن أنا ما حيت في هذا العام عشرين اتنين وعشرين العام الغريب اللي كله أوبئة وبلاء إن أنا كل فيديو هعمله هلتجأ إلى الله في أوله بهذا الدعاء واللي أنا طالب من حضراتكم ترددوه ورايا أو ياريت تكتبوا آمين علشان لعل واحد فينا قلنا ممكن صوته يصل للسماء من هذا العام الغريب فأرجوكم أرجوكم باكسب سواب ببلاش واكتب كلمة آمين مش هتخسر أي حاجة يمكن يا أخي حد يرددها وراك وتكسب فيها سواب يمكن واحد قلبه ضنقي وطاهر ويوصل صوته للسماء فهنقول قبل ما نبدأ أي كلام فيه شيء من الشر أو شيء من البلاء فهنقول الله سبحانه وتعالى اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين آمين في هذا العام الغريب اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين آمين يا ريت تكتب آمين هتكسب سواب ومش هتخسر حاجة في الكلمة هنرجع تاني للموضوع بتاعنا ونشوف ايه هو التحذير الخطير للسبع دول الاول وايه المصادر اللي بتقول كده يلا بينا نبدأ اول حاجة اول حاجة زي ما حضرتكم شايفين معانا هنا النسبة المقاوية لواردات القمح من روسيا واوكرانيا طبعا احنا موضوع روسيا واوكرانيا مش موضوع اسبوع ولا اتنين ولا ايام الموضوع هيكمل شهور يا جماعة بالذات ان ممكن انزلاق اي دولة بخطأ يحول الموضوع لحرب عالمية تالتة وده اللي باين بعد تلويح بوتن واصدار اوامر لسلاح الرضع النووي بانه يتحرك ويبقى جاهز فدي كرسى كمان لو ما تعرفوش ان فيه يعني معدل اشعاع عالي حصل من صاروخ وقع على مبنى للنفايات النووية في اوكرانيا وده ممكن يؤثر على حاجات كتير جدا في العالم كمان فيه دخول الصين وبتحاصر دلوقتي تايوان وهنجب لكم الخبر فده برضو كرسى ان ممكن تبقى فيها حرب عالمية تالتة طب احنا بنقول ده ليه دلوقتي لان لو انت شفت مين بيستوري الامح من اوكرانيا ومن روسيا من الدول العربية والنسبة كام هتلاقوا ان زي ما انتوا شايفين اليمن الامارات عمان ليبيا لبنان الاردن مصر وكلهم فوق نسبة الخمسين في المية يعني عمان لوحديها خمسة وسبعين في المية لو بصيت عن نسبة احد كله فوق نص الكمية اللي بتكفي شعبه يعني نص اكتر من نص غذاء هذه الدول خلاص مهدد وانتوا عارفين ان الامح هو الغذاء الاساسي للبشرية يعني بدون الامح بدون الطحين او بدون الدقيق او بدون الخبز ماش هيكتمل الغذاء وفهتبقى فيه كارثة في السبع دول دول وزي ما حذرنا قبل كده وقلنا للدول دول الاتجاه اهم من الصناعي الاتجاه الزراعي انا ليه فيديو من اربع سنين والله العظيم كنت بقول الدول اللي مش هتتجه اتجاه زراعي هتخسر كتير جدا 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 الاتجاه الزراعي والاتجاه الزراعي والاتجاه الزراعي لان من لم يملك قوته لا يملك حريته انت شعبك هيكل منين فالسبع دول دولت اهم دول بتستورد الامح من روسيا واوكرانيا هيتأثروا تأثير غير عادي اولا تأثير مالي لان الاسعار هتزيد بجنان ثانيا ممكن اصلا ما يبقاش فيه حركة سفن زي ما حاصل دلوقتي ولا حركات استراد وزي روسيا ما حصل عليها حظر اقتصادي وحصل علي اوكرانيا مش قادرة تخرج حاجة وتزرع نفسه ممكن يتلوس وممكن يتحرق فاحنا بنقول لشعوب هذه الدول ومنهم انا اقتصر مش معناها انك تقعد تخزن خزن البسيط عشان ما يحصلش تكالب على الموضوع فانت تخلق ازمة اكتر لكن على الاقل بقى عندك خزين في البيت من المواد الجافة زي الماكارونا والرز والدقيق حبت متخزنش بكميات كبيرة لان ده الموضوع مطول ومتبوصي الاقتصاد في دولتك لكن على الاقل يبقى عندك تاني حاجة اقتصر واقتصد في مصاريفك تاني بقولها مرة واثنين وعش حتى لو انت معاك فلوس هيجي في وقت الفلوس دي ملهاش قيمة قدام الغذاء والماء فاقتصد في مصاريفك بكل الطرق وفر في اي حاجة كمالية او اي حاجة ملهاش لازمة وفر انت واخد الموضوع بانك بتتفرج على الحرب في التلفزيون لكن انت ما جربتش يعني ايه يبقى فيه جفاف ويبقى فيه مجاعة ويبقى فيه مصيبة وكرسة بالنسبة للغذاء فارجوك اعمل ده طيب ايه تاني عندنا في قصة الاحصائيات اللي جاية دي هنا واردات الاتحاد الاوروبي بالغاز الطبيعي حسب الدولة الموردة يحصل الاتحاد الاوروبي على واحد واربعين في المية من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا لو انت شايف كل مصادر العالم في كفة وروسيا في كفة يعني عندك من قطر ومن النرويج ومن نيجيريا ومن مصادر اخرى كتيرة كلهم اديهم روسيا فروسيا لوحديها لو منعت الغاز عن الاتحاد الاوروبي عن تلاتين دولة معناها ان الاسعار هتبقى جنين هتبقى خلاص ما عندهمش طاقة ما عندهمش غاز فهيغلوا كل حاجة علشان اللي هيجيبوا الغاز بمصادر بقى غالية جدا او بداء الاخرى فدي برضو كارثة تانية طب في عندنا ايه تاني عندنا كبار مصدر الغاز الطبيعي في العالم زي ما انت شايف روسيا تقريبا قد بقية العالم يعني بصوا روسيا عبارة عن متين واربعين بعد كده امريكا في حدود المية وستين قطر، النرويج، استراليا، كندا، جزائر، نيجيريا روسيا هي مصدر العالم في الغاز الطبيعي فطبعا برضو هتأثر على العالم كله عشان كده محدش قادر يعمل حاجة مع روسيا هنا وردات الاتحاد الاوروبي من النفط الخام حسب الدولة بنسبة مئوية الاتحاد الاوروبي بياخد من النفط الخام 26% يعني 27% من روسيا فقط برضو عندك كل الدول نيجيريا وكازاخستان والنرويج والسعودية وبريطانيا والليبيا والعراق ومصادر اخرى والولايات المتحدة وبردو روسيا هي الاسد في النفط الخام بعد كده قلنا بتاع الغاز الطبيعي وقلنا بتاع الامح وباقي تاع الغاز الطبيعي كل دولة احنا خلاص جيبناهم فده اللي انا عايز اقوله لك ايه ان دلوقتي حاجة زي كده الدول السبعة اللي قلناها الدول السبعة اللي قلناها الامارات وعمان ولبنان ومصر واليمن كل دول لو ماهتموش بالغذاء والطاقة ولو الشعوب بتاعتها ما كانتش مقتصدة هنخش في متاهة هنخش في كارثة انسانية ولا حدها لان الغذاء ما حدش هساعدك فيه يا ما شوفنا في افريقيا ما جاعت ما حدش عمل اي حاجة لشعوبها غير انهم تبرعوا ليهم اكد انهم يعيني ناس ما لهمش اهل مرمين في الشوارع كده واحنا مش عايزين نوصل للحال ده فتاة تاني بقولها لحضرتك ربنا بيدينا انذار وربنا بيدينا عقاب علشان التبذير اللي عملناه في حياتنا الاكل ربينا اطنان العرب بترمي مئات الاطنان من الاكل بوائي السفرة اكل سليم زي ما هو بعدنا عن الله سبحانه وتعالى وجرينا وراء النزوات والشهوات والتكنولوجيا والحاجات دي فبقولك اللي جاي هيبقى اسوأ وبقولك اقتصد وبقولك خزن بس ما تبوص اقتصاد بلدك خزن على القليب عندك اكل يومين تلاتة القصة مش هتجيب شهور مفيش حاجة هتقعد معك شهور ابلا ودايما الحاجات الجفة مكرونا رز دقيق حاجات من دي تبقى عندك في بيتك لاي ظروف واللهم بلغت اللهم فاشهد والفيديو ده هيبقى شاهد علينا في الايام اللي جاية ان شاء الله طيب تعالى بقى نشوف خبر تاني كده مهم جدا اقروا بس معايا الخبر ده العالم على صفيح ساخن دولة جديدة تدخل الحرب وتطلق سلاح ارعب الجميع والصين تحاصر الصين تحاصر تايوان والقوات الامريكية تتحرك ده ايه يا جماعة ده ايه اللي احنا بشايفينه ده ده عبارة عن حرب عالمية حرب عالمية يعني القصة ان الصين تحاصر تايوان عشان العالم كله دلوقتي مش واخد باله والعالم كله منتبه لروسيا ده كرسة تانية لان ممكن برضو تحصل مصيبة من ناحية الصين بالتالي مفيش سفن هتقدر تتحرك في اي مكان والاخ كيم بتاع كوريا الشمالية برضو ضرب صاروخ على غفلة الصاروخ ده بيسموه اصرع من الصوت مش بقى بسرعة الصوت اصرع من الصوت اسمه الفوق صوتي قلب الدنيا قلب العالم كله مبارح لما ضرب الصاروخ ده ومش عارفين ضربه فين واتجاهه ايه ولا بيجرب ولا ايه طبعا برضو ده كرسة كل دولة دلوقتي بتستعرض قواها فربنا يصر لان فعلا فيه بوادر للحرب العالمية التانية لو تفتكر حصلت بغلطة ومات فيها اربعة وسبعين مليون بعيد لك تاني اربعة وسبعين مليون بني ادم وما كانش فيه اسلحة ضمار الشامل بالطريقة دي يبقى اذا لو حصلت حرب العالمية تالتة الايام دي هيموت كام مليارات بقى هيموت نص العالم ولا حاجة القصة قصة صعبة تاني والغلطة هتبقى غلطة بحياة فده من الاخبار المهمة اللي انا بقولها لكم تعالوا بقى نشوف ايه قصة الفيروس اللي او الوباء الجديد اللي حذروا منه هيبقى اخطر من كورونا تعالوا شوفوا معايا الخبر ده طبعا كلنا عارفين بيل جيتس بيل جيتس هو صاحب شركة مايكروسوفت وهو من اغنى اغنياء الكون وبيل جيتس ليه تاريخ مع قصة كورونا لو حضرتكم تعرفوا بيل جيتس جيه في الفين وخمستاشر وقال لهم ان فناء العالم مش هيبقى بكمبيلة نووية فناء العالم هيبقى بفيروس خطير ما حدش هيقدر يواجهه وهيبيد حوالي نصف العالم وقعد يتكلم وجاب نفس شكل كورونا اللي عايز يدور على تحذيرات بيل جيتس في الفين وخمستاشر في جامعة تيد هتلاقي جاب نفس شكل صورة فيروس كورونا بالحرف من الفين وخمستاشر وهو بيحذر من الموضوع ده ومعرفش كان جايب عارف ازاي وسماها ساعتها الفيروسات التاجية جيد الوقتي اليومين دولت من يومين تلاتة بالزبط قال يحذر من وباء قطير قادم طيب قالوا امتى الكلام ده يوم تسعتاشر فبراير عشرين اتنين وعشرين وكشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت بيرجيتس في مقابلة صحفية عن توقعاته بشأن نهاية وباء كوفيد تسعتاشر اللي هو الكورونا الذي تسبب بوفاة ستة ملايين شخص حول العالم راح قال ايه بقى وقال بالجيتس في مقابلة سي ان بي سي يوم الجمعة ان مقاطر الاصابة بالكوفيد انخفضت بشكل كبير لفتن الى امكانيات كذا لكن بقى المهم اللي هنا قالوا بيقول التقدم في التكنولوجيا الطبية سيمكن العالم من مكابحة الوباء لكن وتابع ستكون هناك جائحة اخرى والعالم الممرض والعامل الممرض سيختلف في المرة القادمة واوضح جيتس انه وبعد مرور عامين على انتشار جائحة كورونا فان اسوأ فان اسوأ اثاره تلاشت وكده وان حصل تلقيح وكذا هذه قائلة تكلفة الاستعداد للوباء القادم ليست كبيرة اذا كنا عقلانيين فسنكون قادرين على احتواء اثار ذلك الوباء ده الكلام اللي قاله بيل جيتس عن الوباء القادم طيب ايه تاني برضو هنا بيقول لو انت شايف كده بيل جيتس يحذر من اوبئة اسوأ من جائحة كورونا وكان ده برضو يوم تسعتاشر عشرين اتنين وعشرين وقال حذر مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير بيل جيتس من اوبئة قد تكون اسوأ بكثير من جائحة كورونا دعيا الحكومات لرصد المليارات لمكافحة المرض العالمي المقبل وطبعا بقى هيخود في الكلام كله ايه المفروض يتعمل وممكن اسعمل اوبئة بقية وكده فطبعا ده برضو حاجة تانية في هذا العام الغريب حاجة تانية في هذا العام الغريب يعني احنا لسه مخلصناش من كورونا لسه مخلصناش من الاعصير والبرد اللي عمرنا ما شوفناه والحر اللي هيجي والسيول والزلازل لسه مخلصناش من الجفاف اللي حتى الان موجود عند اخواتنا في المغرب وجزائر وتونس يا رب يا رب ابعت لهم الغيس يا رب ابعت لهم الغيس امين لسه مخلصوش من الجفاف لسه مصر عندها شح مائي وندرة مائية وقصة سد النهضة مش عارفين هتوصل لايه لسه مخلصناش من الحرب والدخول على حرب عالمية تانية تالتة ولا لأ والمجاعة اللي هتتسبب فيها الامح بتاع اوكرانيا كل ده لسه مخلصناش منه وبيل جيتس بيقولك احذروا من الوباء القادم اخطر من كورونا فيعني هذا العام زي ما قلنا عام غريب عام خطير عام ربنا وحده اللي يقدر يخرجنا منه واديني بجيب لكم كل حاجة في اي ثانية موجودة علشان نحلل مع بعض اعتبروني ان انا بنقعد نحلل مع بعض ونوصل لحلول او كده فمش هنقدر قدامنا زي ما قلتلكم اذا كان هم معاهم السلاح النووي فاحنا سلاحنا الان كدول عربية هو الله سبحانه وتعالى ده السلاح الوحيد وده السلاح الاوحد والتوقعات اللي تقالت ابتدت حاجات منها تتحقق بس برضو هنقول العلم عند الله والغيب عند الله وكذب المنجمون ولو صدقوا او ولو صدفوا بس هنا دي حاجات وقعية اللي احنا جايبينها ده واقع وده تحليل اقتصادي وتحليل سياسي احنا بنشوفه قدامنا بعنينا احنا بناخد قد ايه من فلان قد ايه اكل قد ايه قمح وبالتالي فلان ده مش هيقدر يديني فانا هجوع فلو ملحقتش نفسك يبقى احنا هنوصل لكرسة لن يخرجنا منها غير الله سبحانه وتعالى عشان كده برضو في نهاية الفيديو ده انا دايما لازم اختم بالتوسل والدعاء الى الله سبحانه وتعالى عشان اخد سواب بعد الكلام الوحش اللي قلناه والتشاقمي ده يمكن الله يرفع غضبه عنه وبردو حضرتك لازم تاخد معايا سواب وانا هزن عليك واصر انك تديني السواب ده وانك تاخد انت كمان السواب ده ولعل واحد فينا يصل صوته الى السماء فمش هتخسر حاجة لو كتبت امين فهنقول تاني في نهاية الفيديو اللهم ارفعنا البلاء وادفعنا الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اللهم ارفعنا البلاء وادفعنا الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اكتب امين من فضلك مش هتخسر هبابة مش هتخسر حاجة خالص بس يمكن تكسب كتير اه شكرا لكم شكرا لوقتكم شكرا ان انا بطول عليكم بس انا بحب نتكلم مع بعض ونحلل انا مش بقول الخبر وبجري في ناس بتقول لي اثر وقول بسرعة انا بحكي معاكم عشان نوصل لتحليل معين يمكن دماغك توصل لتحليل فاكتب لانت شاف ايه كمان انت شاف التحليل ده سليم ولا لا اه شرفتوني ونورتوني ربنا يصرها عليكم وعلينا يصرها على جميع الوطن العربي والدول العربية امين يا رب وما تنسوش قناتكم قناة سري للغاية فادي فكري ويريد تشارك في القناة يريد تفعل الجرس عشان اقدر استمر معاكم وكان معكم فادي فكري من قناة سري للغاية فادي فكري والسلام ختام